ترى هل لو وصل أحدهم هؤلاء إلى منصب السلطة وكان الرئيس هل يمكن أن يفعل أكثر مما فعله رئيس الجمهورية؟ أجزم لكم أنهم لم يفعلوا شيء ورأيناهم وصلوا إلى تونس وليومنا هذا على مدار تقريباً عشر سنوات أو نحو عشر سنوات وهم لم يحققوا شيئاً ما زالوا يتحدثون عن مؤامرات خارجية وكذا وكذا كيف يعملهم؟ أولاً يقنع الشعب أنه هو الحاكم ويطلقون كلمة الشعب على عواهنها أي كلام يريدون يقولون يقول قال الشعب ولا يوجد أي أساس علمي أو حسابي يؤكد أن ما يقولونه هو الشعب أحياناً يظهر أحدهم الناس تتظاهر ماشية في الشارع كل واحد عنده مطلب معين كل واحد تجده واقف في مكان عالي ويتكلم ونحن كشعب نفعل كذا ونريد كذا ولا يمكن كذا كذا ما الذي يثبت أن ما تقوله يا هذا على البثك المباشر هو ما يقوله الشعب الشعب في الشارع لا يوجد إثبات الناس ماشية كل واحد عنده مطلب أطلب لو على مدار الفترات المعينة كلها المراحل المعينة كلها لنجدنا أن القاسم الأول مشترك الواحد بين كل الجزائريين في الشارع كان هو العهد الخامسة وبعد ذلك محاسبة رؤوس الفسد هذا لم تكن أنه معركة مع الجيش إلا بعض الأطراف المتشددة التي لديها حسابات أصلاً مع الجيش الجزائري من قبل وليست بسبب المرحلة الراهنة التي تمر بها الجزائر لذلك نجد أغلبية هذه السياسة صنعت في كثير من الدول العربية حيث مباشرة يأتي واحد يطلع في فضائية ويقول نحن نريد نحن كشعب ما الذي يثبت أنك أنت تتحدث بلسان الشعب توجد حالة واحدة هي حالة الانتخابات الانتخابات هي التي تحدد من هو الشعب من هو الذي سيمثل الشعب هذه رفضوها لا انتخابات تحت العصابات وما إلى ذلك لأنهم يدركون تماماً أن أي عملية انتخابية لن تكون في صالحهم حدثت انتخابات وذهب الناس إلى صندوق الاقتراء ومناك من لم يذهب هذا هو الأمر المعمول به في كل ديمقراطيات العالم وهذا لا يعني أنه يتم موقعه لأنه الذهاب إلى الانتخابات أصلاً هذا مبدأ ديمقراطي ديمقراطي لا يمكن الطعام فيه مهما كان عندما تأتيك مؤسسة عسكرية وتقول لك تعالى نذهب إلى الانتخابات فهي وضعت أقامت عليك الحجي عندما ترفض أنت الانتخابات ترفض الذهاب إليها أنت هنا تتهرب من مسار ديمقراطي معين ماذا منعك لو ذهبت إلى الانتخابات بمرشح ودعمت مرشحاً قائماً وبذلك الجود وبعد ذلك تصير تضغط على المرشح اللي أنت أصلاً انتخبت ووقفت معاه من أجل أن يحقق لك أهداف حال الطريق السليم أما طريق الفوضى فلن يصل إلى شيء لأن الهدف ليست الشعارات التي تقالها إذن بالمختصر المفيد أنه إخواني الكرام أنه الهدف الأساسي هو ضرب الثقة إذا بدأت تظهر أو محاولة منع إقامتها ولذلك نجد تركيزهم على الجيوش الإلكترونية التي يعملون بها وأنا مؤخراً أحياناً أكتب تعليق جيني ألاف المنشورات المناخذة السب والشتم كلها من أجل أنها تظهر إلى القارئ الكريم الذي يدخل وربما يريد أن يستفيد ربما يريد أن يقرأ وجهة نظر أخرى تشكك للأسف في الجزائر وصلنا إلى حال الناس لا تقرأ المنشور بقدر ما تذهب وترى التعليقات والصراعات القائمة بين المعلقين ويصدرون حكم من دون أن يعرف من هو أولئ الذين يتصرعون ويسبون لأنهم ليسوا أشخاص حقيقيين تراهم ربما راهي أجهزة كومبيوتر مبرمجة وهي التي تضع في هذه التعليقات حتى تسوق للرأي العام أنه لا توجد أي رأي هذا رأي غير صائب هذا الشخص غير موثوق هذا النظام لا قيمة له وما إلى ذلك هذه استراتيجية تدرب عليها في مراكز خاصة لإدارة الأزمات وإشعالها ونعرف الكثير في هذا الجانب إذن العمل الأساسي الآن هي معركة ضرب الثقة وإفشال رئيس الجمهورية من استعادة ثقة الجزائريين وهذه المعركة تجدي كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسائل الإعلام خاصة هذه وسائل الإعلام المدعومة من طرف دول لديها مشاريعها في إطار الفوضى الهلكة التي راهنت عليها كثيراً لتفتيت الدول الكبرى وإسقاطها من أجل أن يستقر الأمر إلى دول أخرى ترى أنه لا خيار لها إلا هذا الطريق لكي تسيطر وتهيمن ولاحظنا وهذا ما تقوم به تركيا وتقوم به قطر وقامت به أيضاً إيران على مدار أربعة عقود من ثورتها في إطار ما سمي تصدير الثورة الذي ما زال قائماً إلى حد الآن ويعمل بطرق أخرى وأسليب أخرى ترجمة نانسي قنقر